بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم جميعا في حلقة جديدة من برنامج المشهد المشهد هذه الليلة يكمل ما بدأناه في الحلقات السابقة حيث أن هناك حالة استثنائية وربما الاستثناء سيستمر بعد حرب غزة هناك مياه جديدة بدأت تجري في نهر قديم وربما لن تعود الأمور كما كانت من قبل الثقافة في حد ذاتها وروافد الثقافة والوعي والفكر وكل هذه الأشكال وكل هذه الروافد ربما تبدلت وتغيرت هناك بعض المفاهيم التي كانت راسخة في الأدبيات الثقافية والوطنية والفكرية فكرة الحرية فكرة حقوق الإنسان فكرة الاحتلال فكرة المقاومة فكرة الإرهاب مصطلحات كثيرة كانت تجري بيسر وسهولة مع ثبات للمفاهيم وتحرير المفاهيم كان عقبة نحن الآن أمام حالة يجب أن ننظر إليها بواقعية ونبدأ في تحرير هذه المفاهيم من عقال قيدة به كثيرا خلال العقود والفترات الماضية القضية الفلسطينية ليست هي المغزى الأساسي فيما نتحدث فيه وإنما هي حالة ومثال ونموذج يمكن أن نستدعي من نتائجه ومن مخرجاته ما يمكن أن نفكك به الكثير من المعضلات والكثير من الإشكاليات الفكرية والثقافية هذا الموضوع في حلقة الليلة ليس عنوان وليس محاور محددة وليس موضوعات نريد أن نبحث عن إجابات لبعض الأسئلة الغامضة ولكن الحالة كما نرى حالة سيولة شديدة وحالة من الضبابية أيضا الشديدة وحالة من اللايقين وحالة ربما الجميع بيدلي بدلوه لكن لا توجد حدود فاصلة بين ما هو صواب وما هو خطأ ما هو خير وما هو شر اختلطت الأمور وصارت حي صبيس كما يقولون في هذه الحلقة نحاول أن نتلمس طريق إعادة قراءة